من جدد صباحنا لحضراتكم مرة تانية صباح الخير يا مصر من بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة واللي كان تكتب بالتأكيد قتل وسفك دماء الأبرياء وقتل عدد من المدنيين أغلبهم من الشيوخ والنساء والأطفال وصل رقم إلى أكثر من 13 ألف قتيل وشهيد حتى هذه اللحظة كل يوم بتظهر أسئلة جديدة في هذا الملف كيف يمكن أن يتعامل القانون الدولي مع مثل هذه الجرائم من المسؤول عن هذا الكم الكبير من الدم هل القادة الإسرائيليين ممكن في يوم من الأيام يحاسبوا أمام محكمة الجنائية الدولية وأمام العالم كله أسئلة كتيرة سنجاوب عليها دلوقتي مع ضفنا في الستوديو اللي منورنا الدكتور أحمد رفعت رئيس الجماعية المصرية للقانون الدولي وسفير مصر لدى اليونسكو سابقا صباح الخير يا دكتور أهلا بحضرتك يعني كل يوم على مدار أكتر من 47 يوم جرائم بترتكب جرائم حرب بترتكب والكيان الإسرائيلي لا يهتم بأي شكل من الأشكال بكم الإدانات اللي بتصدر بحقه عايزة عرف من حضرتك يا فنم يعني حتى الآن كيف يرأى القانون الدولي هذه الجرائم الجرائم اللي بترتكبها إسرائيل في حق المدنيين في قطاع غلصة الحقيقة إنه يعني التعريفات اللي حصلت من قبل السياسيين والغربيين والولايات المتحدة الأمريكية لما يحدث في غزة كانت خاطئة 100% من وجهة نظر القانون الدولي أولا حماس حركة تحرر وطني وانطلقت من غزة اللي هي جزء من فلسطين لمقاومة الاحتلال اللي هو إسرائيل وبالتالي هي حركة التحرر الوطني وليست منظمة إرهابية هذا أولا نمرة اثنين حركة التحرر الوطني مسار إليها وموجودة في مساق الأمم المتحدة في المادة واحد فقط اثنين وفي المادة خمسة وخمسين ألاوة على ذلك إنه تعريف العدوان الذي صدره سنة 74 من النمعية العامة الأمم المتحدة في المادة السابعة اتكلم على حركة التحرر الوطني وقال إن كل ما تقوم به من كفاح مسلح لا يندرج فيه القائمة التي كانت موجودة في هذا التعريف اللي هي بتجرم العدوان فأن تكون مؤسدات التحرر الوطني محترية ده غير موجود في القناة الدولية هي منظمة بتحرر أرضها وأعمالها مسروعة لها ضورين الضور إنها تحرر أرضها من خلال التفاوض السلمي والضور الثاني هو إذا فسلت هذه الوهود فلها الحق في الكفاح المسلح لتحرير أرضها وهذا الكفاح المسلح وفقا لقواعد القروة الدولي مصروعة طيب يبقى الطرف الثاني بقى اللي هو المحتل رد فعله لا يمكن أن يوصف كما وصفته أمريكا والدول الغربية أنه دفاع عن النفس ليس هناك دفاع عن النفس لمحتل في مواجهة حركات تحرر وطني تريد أن تحرر وطنها فكلمة أن الولايات المتحدة الأمريكية بتدافع نفسها خطأ وفق القرون الدولي ما فعلته منظمة حماس ليس إرهابا على الإطلاق وإنما هو جزء من ما خوله إليها قانون الدولي بأنها تكافح من أجل تقرير المصير وكفاحها هنا مصروعة ورد فعل من الجهة الاحتلال يعتبر عمل غير مصروع ده كلام جميل ورائع جدا كنصوص للقانون الدولي إن دي حركة مقاومة مسلحة ولها الحق في تحديد المصير والكفاح لاسترداد الأرض لكن عمليا لا يعتد بذلك دكتور أحمد يعني القوى الكبرى الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا ألمانيا بتصنف حركة المقاومة دي بأنها منظمة إرهابية المعضلة القانونية دي إزاي يمكن حلها؟ يعني طبعا يكون إنها بتصنف الحركة إنها حركة إرهابية أو منظمة إرهابية ده ليس له أي قيمة عندما نذهب إلى مجلس الأمن لكي يعني يصدر قرارات بشأن هذا الموضوع فلا يمكن لمجلس الأمن أن يشير إلى منظمة حماعس كأنها منظمة إرهابية ده من ناحية لو لجأنا إلى المحكمة الجنائية الدولية وده بيحدث الآن والفلسطين على فكرة هي عضو في محكمة المحكمة الجنائية الدولية فلما نروح إلى المحكمة وتجري التحقيقات لا يمكن تحقيقات المحكمة هتقول إن إسرائيل كانت في حالة دفاع سريع عن نفسها بل ستقول إنها دولة معتالية علاوة على إن مقامة بإسرائيل في الحقيقة بيانطبق عليه الأربع حالات اللي بتختص بهم المحكمة المحكمة الجنائية الدولية بتختص بالجرائم ضد الإنسانية بتختص به جرائم الإبادة الجماعية وبتختص بجرائم الحرب وبتختص بجريمة الردوان والأربع حاجات دول أو الأربع جرائم دول إسرائيل اكتكبتهم بالفعل إسرائيل اكتكبت جرائم ضد الإنسانية اكتكبت جرائم إبادة جماعية بتحاول إنها يعني يعني بتقصف المدنيين عقاب جماعي يعني نعم وتحول إنها كمان إيه تدفعهم إلى ترحيلهم تحريرا قصريا إلى مصر أولا ثم تنقلب بعد ذلك إلى الأرض هذا غير مكبول بالمرة وبعدين أنا الحقيقة يعني مندهش مندهش من إيه أنا بتابع المحطات التلفزيون الإخبارية العالمية وبشوف حجم المظاهرات هناك مظاهرات في هناك مظاهرات في نيورد هناك مظاهرات في الفلبين وفي ماليزيا وفي دول بريطانيا نفسها فيها مظاهرات عارمة كلها في مصرحة الفلسطينيين طبعا في الماضي كان الناس بتبص وتشوف في أجهزة الإعلام بتلاقي إن إسرائيل دايما هي اللي على حق وهذا كان المصر الوحيد الوقت عندنا وسائل التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي خلت الناس تعرف الحقيقة لأن يعني دي أصبحت ملايين مشاهدين بيشوفوا وسائل التواصل الاجتماعي ويعني حتى السويد نفسها يعني لديها أغنية جميلة جدا بتتكلم على فلسطين إنها حرة وإنه يجب إنها يكون لها دولتها صحيح المستقلة أغنية جميلة جدا الفلسطينيين تنبوا بالعربي صحيح مع نفس اللي احنو يعني الأمور بس كلها في انتجاه المتكرة الحقيقية هي إنه في في مجلس الأمن يعني كل بمكيادين أه بينما الصين وروسيا معنا في مجلس الأمن أه بريطانيا وفرنسا والوقات المتحدة الأمريكية جائما ما يستخدمون حق لإيه النقد اللي هو البيتو يعني 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 أو حتى قرب وقف إطلاق النار بس دكتور طيب خلينا نعود خطوة للوراء يعني لو كلمنا على حتى نظام روما فإسرائيل بالفعل بترتكب حتى جرائم حرب وعليها إدانات من قبل الاعتداء الغشم على قطاع غزة وحن نتكلم حتى على سرقة الأراضي وبناء المستوطنات والحق الأذب بالمنشآت وحتى اعتقال المدنيين والاعتداء عليهم وما إلى ذلك وحتى الآن لم نرى أي إدانة أو حتى تصرف قانوني أنا الحقيقة يعني عايز أقول لكم إزاي الموضوع بيصل إلى المحكمة الموضوع الإبالة الجامعية والتهجير القصري كله ده دي جرائم اقترابات العصرية بالفعل لكن القضايا بترفع عمام المحكمة بنتهت وسائل الوسيلة الأولى أنه مجلس الأمن يحقق في الموضوع ويرسل إلى المحكمة بأنها تحقق في هذا الموضوع واتدى نواله لما يجي الأمر من مجلس الأمن المحكمة بتتحرك على طول نمر اتنين أنه عضو من أعضاء المحكمة يتخدم بشاكوة وهناك الكثير من أعضاء المحكمة أعضاء في النظام المحكمة تقدموا بشكاوة ضد الجانب الإسرائيلي الحاجة التالتة هي أن المدعي العام من نفسه يرى أن هناك يعني خلق للسلام والأمن العالمي وأن هناك جرائم بترتكب فمن نفسه هو اللي يرفع الدعوة طبعاً الوقت المتحدة في الماضي كانت بتمنع المدعي العام من أنه يعني يستخدم هذه السلطة إنما أنا شايف أنه المدعي العام للمحكمة الجانبية الدولية جاء إلى مصر وذهب إلى معب الرفع ومنعه من الدخول سيد كريم خان وشاهد كل ما يحدث في الداخل من تهجير ومن طيب فهو اسمه كريم خان وهو أصلاً باكستاني حصل على الجنسية البريطانية ولكنه يعني مسلم ويعي ما يطع على ظهر الفلسطينيين من قهر وإرهاب فأنا بعتقد أنه الحل اللي قدامنا وده يمكن ما حدث تعرضه لخالص مع أنه حل مهم جداً هو هل نلجأ إلى ما يسمى ب الاتحاد من أجل السلم إيه الاتحاد من أجل السلم ده؟ ده قرار اتخذته الجمعية العامة اللي هم اتخذته سنة خمسين أعتقد في الحرب الكورية روسيا كانت لم تحضر اجتماعات المجلس فهم انتهدوا فرصة الاتحادة موجود روسيا وطلعوا هذا القرار هذا القرار بيعني إنه لو فيه آآ بريتش توزي بيس وصريت توزي بيس أو أكتوب اجريشن فيبقى هنا في الحالة دي لازم المجلس يتصدى لهذا الموضوع لكن إذا فشل المجلس في التصدي لهذا الموضوع ولم يستطع إنه يتخذ قرار بسبب حق بيته في الحالة دي ممكن المجلس يحيل الموضوع بكامله إلى الجمعية العامة وهنا يبقى فيه تدخل أقوى الجمعية العامة تتدخل هتقولي طب ما هو ممكن البيتو يعني البيتو ملوش محل هنا يعني إحالة الموضوع من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة بيتم بموجة التسعة ومن المنوث بي إنه يجعل مجلس الأمن يحيله يحيل الجمعية العامة نظر اللي فشلوا في اتخاذ قرار مين اللي يقدر يتخذ هذا القرار؟ عضاء مجلس الأمن يعني دولة من الدول تتقدم بمسروع وده مبقاش عليها حق فيتو أو حق النقد يعني لو تقدمت أمريكا ممكن ما تستخدمش حق النقد لا 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 ده مالوش حق النقد يكفي تسع أصوات في المجلس يمكن من خلالهم تسع أي تسع أصوات تحويل الموضوع إلى الجمعية العامة خيص؟ طيب نحن عندنا صين وروسيا ودول أعضاء الدائمين حيبقوا مقفل معنا نحتاج لسبع أعضاء من الأعضاء غير الدائمين وده ممكن من خلال اتصالات السياسية خدوات الدبلوماسية والسياسية لا تحويل إذا تحول الأمر من الجمعية العامة من المجلس الأمن إلى الجمعية العامة في هذه الحالة تقوم الجمعية العامة وبرئيسها أو رئيس المنظمة اللي هو أمين العام للمنظمة باتخاذ نفس الإجراءات التي ممكن أن تتخذها مجلس الأمن يعني ممكن تشكل جيش وممكن تشكل قوات ثوارئ وتتصرف كأنها مجلس الأمن ده مصر قانون فضل فضل وبعدين طيب القرار بتاع الجمعية العامة ده بيصدر ازاي؟ بيصدر بأغلبية بالأغلبية المتطقة اللي هي النصف زائد واحد يعني احنا محتاجين لـ 98 عوضوا يوافقه احنا لسه أخذين قراره في الجمعية العامة كانت بوافق عليه ١٢٢٢ فمن السهل ان احنا نحصر القرار من هذا النوع طيب هتقولي الكلام ده حصل قبل كده حصل حصل في الحرب الكورية لما الأمم المتحدة وفقا لقرار للتحاد من أجل السلم أرسلت قوات لمساعدة كوريا الجنوبية كمان هذا القرار تم تطبيقه في حرب السويس لأنه في حرب السويس كان فيه بريطانيا وفرنسا وإسرائيل اعتدوا على مصر فطبعا أي قرار من مجلس يمكن يصلوا لأنه دول دول العظمى وحيستخدموا البيتو فراحهم عاملين قرار للتحاد من أجل السلم وتولت الأمم المتحدة أو الجمعية العامة هذا الموضوع وبالكالي استطعنا إن احنا نجعلهم ينسحبون من مصر الحالة الثالثة حصلت فيه الكونغو لأن الكونغو كان فيه مشاكل واستخدم قرار لتحاد من أجل السلم أيضا في المجر استخدم هذا القرار أنا 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 مش عاجب اللي حد الوقتي يعني ما بكروس في قرار لتحاد من أجل السلم طبعا وبدأت في زيارات إلى الصين وإلى روسيا وغيره سؤالي لحضرتك مجموعة العمل العربي المشترك لأنه محتاجين زي بحرك قلت تنصيق وفتح قنوات دبلوماسية وسياسية مع دول أخرى لضمان أصوات مع القضية العربية والفلسطينية اللي إحالته من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة الأمم المتحدة الدور المطلوب الفترة المقبلة من مجموعة التنصيق العربي المشترك ممكن يكون إزاي والله ومجموعة العربية حملت أولا كان فيه اجتماع هنا في القاهرة وبعدين بعد كده كان فيه اجتماع الرياض اللي تضم مجموعة الدول العربية والدول الإسلامية وبعدين فيه الآن كان فيه اجتماع لمجموعة البريكس وهي أنهم نصقوا مع بعضهم كلهم أنه ضياقة دراقة في القتال أنه إسرائيل تنسحب من غزة أنه تدخل المعاونات بالكامل أنه يعني يعني المجموعة المجموعة البريكس مجموعة الدول الإسلامية والعربية صحيح كلهم متفكرين على نفس على نفس الشيء وبالتالي لو تحرك الدبلوماسي كانت تحركا فعالا وسريعا نستطيع أن نجمع كل الدول العالم لأنه لو تشوفوا المظاهرات اللي بتحصل يوميا طبعا في بريطانيا وفي أمريكا أمام الكونجرس الأمريكي وأمام البيت الأبيض ده شيء يعني يفوق التصور أنه كل العالم ده انتفض وكلهم بيهتفوا ب فري بالستايل فري بالستايل فده شيء يسعدنا أنه الناس بلا يتفهم القضية تحرير العالم من الاستعمار تم في الستينات وكانت مصر لها دور في هذا لم يبقى في العالم دولة محتلة إلا دولة صحيح إسرائيل يعني فلسطين يعني فلسطين هي الدولة الوحيدة اللي ما زالت محتلة هذا الأمر لا بد أن ينتهي صحيح هي كارثة الآن نمر بها ولكن أنا مستبتش الخير في أنه قد يكون هذا نهاية الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق حال الدولتين بحيث أن الفلسطينيين يبقى لهم دورة مستقلة والإسرائيليين يبقى لهم دورة بنشكر حضرتك دكتور أحمد رفعت رئيس الجماعية المصرية القانون الدولي وسفير مصر لدى اليونسكو سابقاً صباح الخير على حضرتك صباحاً يا فاند المتشكة شكراً